موسيقى 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 12 سؤال اللي هنجاوب عليه تفضل أبونا موسيقى 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 فقلت له ازاي قال لي احنا عندنا ما يشبه التكريس الجزئي سنة ممكن اكرس فيها نفسي فهي كان سيدة لانية هي مكرسة دلوقتي بتخدم في نيجيريا يعني سايبة جزء سايبة عملها ورايحة مكرسة من خلال الكنيسة تخدم دي يعني من الافكار فاني يكون عندنا لائحة للتكريس دي كبداية والفكر دا ينساب للكنيسة وتفعيل دور الدياكن في جوة الكنيسة احلام مهمة واتمنى انها تتحقق بس المهم التغيير الفكري ما انا ممكن اكرس واحد النهاردة سامحني واهمله بكرة لكن لما يكرس ويبقى تحت مظلة الكنيسة زي مثلا اشوف قدسك حضرتك كاهن في الكنيسة الابطاية خلاص سواء انت هنا او في بلدك او في اي حتة صورتك كده نفسي التكريسي بقى كده واتمنى يكون كده شكرا نمرة 2 نين مقابل هذا سيدنا ابنكم القدس يا عوب ويلام الزعزيق اهلا بيك طبعا احنا فرحلين جدا جدا بالروح المستنيرة اللي قدسك بتقود بها الكنيسة في الفترة دي وان شاء الله واسقيني يعني كلها سيما رحل ومع الوقت جاء ان شاء الله حقيقة سيدنا هاخد بس نقطة الكنيسة والفضيلة وبالذات حكاية الرجاء احنا هيا يا سيدنا في مصر حاليا بنعاني جدا مصر طول امرها بلد حلوة وبلد فضيلة في الفترة الاخيرة ممكن كمان بعد الثورة اكتر شايفين المنحنة بينزل جدا في الاخلاق والفضيلة في نوح كتير اولادنا مش عارفين يعيشوا بالتعليم الحلوة اللي تعلموها جوا الكنيسة بيلاقوا صعوبة برة كبيرة ايه رؤية قدستك لدور الكنيسة في المرحلة الجاية لان الاولاد بيعانوا جدا وشايفين ان اللي بنعليه لهم في الكنيسة صعب يعيشوا بيه يعني لو كانوا طلبة اصبح الغش موجود في كل لحبة كان مثلا بقى الغش بقى شيكونا زمان انكسف من غش للوقتي بقت مشكلة ممكن الاهالي يزعلوا لو الولد مغش وفي مجالات العمل التاجر الامين بيتعب والموظف الامين بيتعب في معاناة صعبة بس احنا عندنا رجاء وكنيسة هي مصدر الفضيلة فعاوز بعد اذن قدستك رؤية الكنيسة ودور الكنيسة في المرحلة الجاية الصعبة اللي بنمر بها حاليا شكرا سيد شكرا يا ابونا يعقوب طبعا لازم نؤكد على الفضيلة وشيوع الخطأ ليس تبرير له يعني يفرض كده كل الناس بتقتل القتل ما بقاش خطيئة شيء طبيعي فشيوع الخطأ لا يبرر صلاحيته ولا يبرر جودته ولا يبرر حتى وجوده واذا ما كانش الكنيسة على الاهال تنور شمعة فوص المجتمع أصيب بالظلام ما الميل له ينور شمعة دي مسؤولي فاحنا محتاجين الموظف الأمين ومحتاجين التجر الأمين ومحتاجين الطالب الأمين ومحتاجين المدرس الأمين محتاجين؟ مش محتاجينه عشان احنا ككنيسة محتاجينه عشان المجتمع سيانة المجتمع اللي قلتلك عليها في الأول ولا من ينير هذا المجتمع؟ بل بالعكس ده أنا أخد سؤالك وأقول إيه؟ بقت مسؤوليتنا مضاعفة قدتك بذكرت في كلامك فيه معاناة عند أولادنا أيها طبعا معاناة بس بقت مسؤوليتنا مضاعفة أكثر وأكثر وإلا أقولي دانيال النبي عمل إيه؟ الفتي الثلاث عملوا إيه؟ استير عملت إيه؟ مهدي مجتمعات كانوا متغربين فيها وكان مجتمعات كلها ظالمة وفاسدة ثم ربما تعترض على كلامي ليس المجتمع بهذا الظلام كله مقدرش أعمم فيه طبعا ضعفات فيه ضعفات بعض الناس بتاخد بالها منها بعض الناس بتقومها جهات في الدولة بيحاولوا لكن مش كل المجتمع كده فيه ناس ناجحة وناس بتحقق نشاط نشكر ربنا وناس ربنا بيبارك في عملها وفي درستها كل ده موجود فعلينا أن احنا نقوي نمازج الفضيلة نقوي النمازج اللي هي تحافظ على الفضيلة والنور اللي فص المجتمع شكرا يومي ثلاثة نشكر قداستك كتير على القلب الكبير والفكر المستنير والمحبة الفيضة اللي قداستك بتحواطنا بيها سواء كان في الأنافورة أو في كينج ماريوت أو هنا في المكان الرائع والبديع يعني اللي احنا مفروض يعني فان.. ما تحركتوك جولتو لا لا بس في حاجات مستخبية ما حدش بيشوف ها نعم ما تحركتوش بمكانكم يا حرام يا حرام شايف التزام الفضيلة يا بونا ها ها هنعمل لكم جولة خاصة ها ها تلت أسئلة سريعة بعد إذن قداستك يعني فيهم اختياري لا لا عفو سيدينا أولا قرأنا في مواقع التواصل الاجتماعي عن قبول بابا روما لتوحيد عيد القيامة ما مدى صحة هذا الكلام نمرة اتنين هل في تقدم مع الدولة في قانون بناء الكنائس قانون الزراع الأديان قانون الأحوال الشخصية ها دي اتنين نمرة تلاتة هل في حوارات مع العائلات الأرثوذوكسية أو العائلة الأرثوذوكسية على مستوى العالم نقدر نعرف حاجات زي كده اختيت يا سيد تلاتة أسئلة الحمد لله نمذكرهم كويس أول سؤال مازال اقتراح توحيد عيد القيامة هو موجود في الكنيسة الكاتوليكية عند بابا روما وبتنقش دروات الكنائس الأرثوذوكسية البيزنطية والكنائس الأنجليكانية اللي هي بتاعت انجلترا وفقت عليه خالص وهو بنحاول لكن كقرر نهائي لسه ما تمش السؤال الثاني قوانين الدولة قانون بناء الكنيس اتعملت المسودة الأخيرة بتاعته والمفترض انه يخش في الانعقاد الحالي يخش مجلس الشعب للمناقشة بتاعته واتمنى انه يتم ايجازه بطريقة طيبة وطريقة مرضية للجميع الزراع الأديان ده مش تبع الكنيسة جزء اسمه الوريينتال أرثوكس الوريينتال الشرقية القديمة في 14 كنيسة تانية اسمهم الكنيس البيزنطية او الشرقية البيزنطية اللي منهم مين؟ منهم روسيا بلغاريا رومانيا فلندا ابروس اليونان والقسطنطينية اللي هي اسطنبول اللي هي في تركيا دلوقتي اللي فيها اسمه الباتريارك المسكوني اكيومانيكال باتريارك ال 14 دول عاملين مؤتمر اسمه المجمع الأرثوكسي الكبير الشهر الجاي عاملينه في جزيرة كريت وبعتونا لسه جوابهم لسه قريم من يومين طلبين مننا يحضر مراقبوا اياه بعضهم بينزل للعيلة بتاعتنا ان احنا هراطقة وبعضهم بينزل لنا بنظرة احترام بالغة كويس فانا بعد دلوقتي جواب ببعته لهم بقولهم اشكركم وكلفت اسقفنا في اليونان هو اللي يحضر مراقب يعني لانه بيوجد اللغة اليونانية هناك وبدعوهم كمان لزيارتنا في مصر وبدعوهم ان احنا نتقابل لقاء محبة بعيد عن الفكر المختلف شوية اللي موجود ما بينه لكن في علاقات طيبة خالص خالص انا زرت باتريارك روسيا اللي هو باتريارك كيريل وزرت وقابلت باتريارك الكبير بتاعه قابلته في مطار ميلانو واحنا اللي اتنين اشتركنا في مؤتمر اسمه البرو اوريينتا في فيينا في النمسا البرو اوريينتا دي هيئة كاتوليكية ووظفتها تقرب الارزوكس البعض واخد يبقى لكم الكلام اللي بقوله فكانت بتحتفل بمرور خمسين سنة على انشاء فطلبت اللي هو يعني الكبير بتاع العيلة الارزوكسية وهنا العيلة بتاعتنا بيعتبرونا احنا اولهم نروح ندي خطابين هناك فروحنا وانا في الخطاب بتاعه وانا بقوله رحت اقايل على توحيد عيد الايام وفجئت بعاصفة من التصفيق لذلك ان انا ارتبكت يعني كده كنتش بتوقع الخطابات هناك من غير تسئيف فيه علاقات طيبة زورت باترك فنلندا وزورت باترك باترك يوحنا قابلته برضو في لبنان فيه علاقات طيبة خالص ونأمل ان احنا يعني العقول والقلوب تقترب الى بعض ترجمة نانسي قنقر